أعلنت وزارة الصحة أن مجموعة من أخذت تطعيم المضاد لفيروس كورونا في مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين قد بلغ نحو 123 ألف شخص حتى مساء أمس الجمعة وذلك في إطار الحملة الوطنية للتطعيم وجددت الوزارة دعوة أفراد المجتمع ممن بلغت أعمارهم 18 عاما فأكثر إلى أخذ المواعيد مسبقا من خلال التسجيل إلكترونيا لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا بجرعته لضمان فاعليته